قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة وفي منشور له على مواقع التوصل الاجتماعي دع رئيس السيسي كل الأطراف لبدل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعني منها الشعب الفلسطيني وإتمامه تبادل المحتجزين والأسرى في اتصال هاتفي بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد النهيان تطورات التحركات الإسرائيلية الأخيرة وتبادل الوزيران التقييمات حول احتمالات شن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية كما شدد الوزيران على أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها أبلغت الوسطى المصريين والقطريين بقبولها مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيث أبلغ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة رئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر بموافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار وأوضحت حركة حماس أن المقترح الذي وافقت عليه يتضمن وقفا لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين واتفاقا لتبادل الأسرى والمحتجزين كما أوضح مصدر بالحركة أن مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل كل منها 42 يوما مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة في الأثناء أكد مصدر رفع المستوى أن الوفد الأمني المصري تلقى ردود إيجابية من الطرفين ويكثف اتصالاته للتهدئة يصل اليوم وفد قطري إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة تأمل في التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو دينا ضرورة أن تبذل الأمة العربية كل الجهود مع الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لقبل مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال أبو دينا أن هدف إسرائيل الدائم هو عدم قيام الدولة الفلسطينية وهي غير جادة في مساعيها لوقف إطلاق النار وتسعى دائما لإضعاف السلطة الفلسطينية دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 214 على التوالي واستقصف عنيف على مدينة رفح الفلسطينية وغارات طالت مدينة غزة وشمالها في محيط منطقة اليرموك وشرقي جباليا وبيت لهيا وبيت حانون ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن تواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين من تحت أنقاض المنازل التي استهدفت في رفح الفلسطينية أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية مقتل جنديين شمال إسرائيل وكان حزب الله قد أعلن أنه نفذ هجوما بطائرة مسيرة على نقطة تمركز لجنود إسرائيليين بالقرب من بلدة المطلع شمال إسرائيل مشيرا إلى أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف عسكرية عبر الحدود مع إسرائيل أفاد بيان صيني فرنسي مشترك أن الرئيس سيناء الصيني شي جيمبينغ ونظيره الفرنسي إيمانوال مقهون شدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة والإفراج فورا عن جميع المحتجزين ودع البيان الذي يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني لباريس على تنفيذ الملموس لحل الدولتين بتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط كما ندد بسياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أمر الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بإجراء مناورات نووية في المستقبل القريب تشارك فيها قوات منتشرة قرب أوكرانيا وذلك ردا على تهديدات قادة غربي لموسكو باحتمالية إرسال قوات إلى أوكرانيا وأعلنت وزارة الدفع الروسية أنه سيتم خلال المناورات اتخاذ سلسلة من الإجراءات للاستعداد والاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية حيث ستشارك في التدريب تشكيلات صاروخية من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات البحرية انطلقت المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية في الهند والتي بدأت يوم التاسع عشر من إبريل وتستمر حتى الأول من يونيو المقبل على مدار سبع مراحل هذا وأدل رئيس الوزراء الهنديين رين راموري بصوته في الانتخابات في أحمد باد ويحق لحوالي مليار ناخب الإدلاء بأصواتهم في الدولة الديمقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم ويصوت الهنود على اختيار ممثلهم في البرلمان الذي يجري الاقتراع لاختيار أعضائه مرة كل خمس سنوات ترجمة نانسي قنقر